المصريين ما بيحبوش حد يلوي دراعهم يعني فاكرين حملة المؤطعة بتاعة السمك في برسعيد واللي امتدت للسويس وامتدت لسكندرية وما إلى ذلك المصري ما بيتلويش دراعه ولو تتذكروا سعر السمك نزل لأقل من 50% هناك في برسعيد وهكذا المصريين عاملين مكملين في الحملة علشان البيض والدواجن مهما ينفعش يا جباعة يبقى سعر العلف نزل احنا بنتكلم من امتى؟ يعني بتكلم من آخر أسبوع في شهر فبراير لحد دلوقتي احنا بنفرج عن الأعلى لأ احنا نبقى بنفرج عن الأعلى من قبل كده لكن انا ما بقاش في عندي أي باكلوج في الميناء على الأقل على الأقل بقى لي شهر طيب الدورة المفروض بتبقى 45 يوم انا بقولك على الأقل شهر يعني عمليا لازم أشوف سعر مختلف للبيض والدواجن طبعا ما بشوفش السعر المختلف ده ليه فالمصير قال لك باس ولا تزع عن نفسك قطع يا حلو نقطع السمك نقطع الدواجن نقطع البيض ومستعدين نقطع اللحمة فيش أي مشكلة على الإطلاق على الإطلاق سهلة وبسيطة عملناها قبل كده نعملها تاني ونعملها تالت مفيش مانع طيب خليني أخد معي على تلفون دكتور سروت الزيني نائب رئيس التحاد منتج الدواجن زك يا دكتور أهلا أستاذ يوسف أنا عارف أن دكتور سروت دائما داعم للمستهلك للمواطن بيشجعه وبيأخذ باله منه ومش عاوز الدنيا تبقى غالية صح؟ أكيد نعمل يا دكتور أهلا بك يا فندي نعمل إيه بقى دلوقتي أصبح فيه يعني دعوات واضحة وجدة جدا لمقاطعة الدواجن ومنتجاتها تمام نعمل إيه بقى؟ والله بص ساعدتك يعني فلسفة المقاطعة دا شيء حضاري وجيد لكن لازم نرده في السياقه بمعنى إيه؟ أن نشوف أبعاد الموضوع إيه راحز يا أستاذ يوسف أن نصيب الفرد من البروتين الحيواني سلط البروتين الحيواني سواء الدواجن أو لحوم أو أسماك أو بيت في مصر هو الحد مش عايز أقوله هو الحد الأدنى فعلا نصيب الفرد أن هذا مئة بيضة في السنة واثناشر كيلو دواجن في السنة وما يكملش حوالي سبعتاشر كيلو سمك فالله أنا عايز أقوله النصيب الفرد قوة دي هناك مقاطعة طبيعية عشان الكوة الشرعية ضعيفة وإحنا عارفين التدخل الموجود لكن فيما يخص النهار دا المقاطعة هو شيء جيد بس فلين ناخده في السياقه أعزان زي ما بيهمنا النهار المواطن والمستهرب تكون الأسعار بالنسبة لهم ناسبة يجبنا برضو نحافظ على المنتج وعلى المزارع وعلى رجل الصياد عشان في الآخر النهار دا احنا عندنا اكتفاء زيادة من الدواجن عندنا اكتفاء زيادة من البيت الخبر اللي عايز أقوله بساعتك النهار دا من رمضان لحد دلوقتي في تراجع 25% في أسعار الدواجن و20% في أسعار البيت لا البيت زي ما هو لا يا فنديم طب طب طبطب البيت كام النهار دا في المزارعة 132 يعني دا المفروض يوصلي للمستهل الكام 10 جنيه زيادة يعني 142 طيب طبق البيت بيعل الناس بمية وسبعين جنيه انا بولي ساعتك لا لا الكلام دا قديم ساعتك لا 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 مش قديم دا مبارح طب القرامي ساعتك مبارح 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 انا انا يوسف اهو مواطن عادي جدا رحت اشتري بيض لقيته بمية وسبعين عند وحد ومية وتمانين عند التاني لأ دا بيض مغلف او موضوع تاني يعني ايه بيض مغلف طبق بيض كرتون عادي لا مش البلاستيك لا لا مش البلاستيك لا لا مش البلاستيك والله الطبق العادي الكرتون دا بتاع زمان اللي طوله عمرنا بنشتريه طب انا مش من المرفهين انا اللي بيروح يشتري البيض العادي بتاعنا اللي كلنا بنشتري ممكن نخدها بالارقام بعد اذنك مية وسبعين مية وتمانين ممكن نخدها بالارقام بعد اذنك قولي في رمضان كان طبق البيض وصل في المزرعة مية وستين جنيه انا مسؤول عن الكلام دا النهاردة طبق الضيجل النهاردة وانبلح 132 جنيه ايوه ضمن المزرعة ضمن المزرعة احنا مسؤولي عن الفرم جيد تداول موضوع تاني نتكلم فيه وده لانا بقوله بقى ان انا عندي مشكلة ان انا كمستهلك السعر ده انا ما بشوفوش لا 132 ولا 142 ولا 152 يا فندم بعد اذن ساعدتك انا المسؤول على كم ده وسعر البيتس والمزرعة النهاردة 132 ايوه يا دكتور انا مش بقولي حضرتك بتقول كلام مش دقيق اطلاقا انا اعلم ان حضرتك بتقول صح ايوه سعر البيتس في المزرعة 132 انا كمستهلك يا دكتور سروت وحضرتك سيدة العارفين انا ما ليش دعوة بسعر البيتس على المزرعة انا مستهلك انا عايز اخش اشتري البيتس بالسعر العادل فلما اسمع انه في التلفزيون دلوقتي يلاقي دكتور سروت بيتكلم مع المزيع اللي اسمه يوسف ده وبيقوله سعر البيتس في المزرعة 132 فطيب يعني المفروض يبقى برب كما دكتور سروة في دكتور سروة تقول لنا يعني حوالي 10 جنيه فرق يعني 142 يجي المستهلك ينزل عند البقال اللي تحت بيتهم يقوله لا والله خالي يوسف الحسين يجيب لك هو عندي بمية وسبعين البقال اللي كان بيبيع بمية وسبعين ومية وثمانين المقارضة بيبيع وخبص سعبتك واسعبت تانية في تراجع 22% في سعر انا لازلت اؤكد اهو انا بقول لحضرتك دي معلومة عني انا مش عن زميلي مش عن اي حد من زميل المرسلين ولا في الاعداد انا دخلت سلام عليكم البب والحظ الرائع انه اخونا البقال اللطيف الضريف ما يعرفنيش ما شبهش قال لي 170 خلاص قلت بقى لقى ادور على واحد تاني لفت لفة انا مش عادي بيستا اقول للمكان فين يعني دلوقتي لا واحد تاني قال لي 180 حلفت 30 يا امين برأس ابويا ما نجايب بيب تمام بقى السعادتك كده وقت احنا مختلفين في ايه في سعر النهاردة المزرعة وسعر النهاردة الموزع حلقات التداول انا شبه الاتحاد منتج الدواجد انا مش مسؤول عنها مش مش مسؤول النهاردة على سعر المزرعة والدواجد متفقين عشان بس احناك بتقول لي لقى اصل السعر ده قديم اقول لك لا يا فندم جديد تقول لي لقا قديم اقول لك لا قديم محلات البيض المحضر يا فندم بيبيع من 102 و42 و45 محلات اللي هي فين طيب عشان نروح له محلات موجودة في موجودة في مصر كده جدا مش عايزين يسمي في افرار احيان ايه طول عمرنا عارفين ان في محلات بتاعة البيض اللي كان بيحط القش في البتاع الازاز ونروح نجيب البيض ساعدة نراجع الاسعار عندهم هتلاقي الاسعار نسبة بنسبة 22% وانا مسؤول عن كدك طيب انا هنزل النهاردة السيدة زينب تمام هروح على محل البيض ونراجع الاسعار وهصور لحضرتك السعر ومعتهولك ياريت ساعدتك احنا بنتكلم كلام بعد اذن ساعدتك كلام مسؤول كلام بارقام البيض كان فيه رمضان وصل 160 جنيه في المزرع في النهاردة نتكلف 132 ده النهاردة وانبالح من 3 ايام كان 145 في نزول النهاردة حوالي 25% في ساعدتك في نزول في ساعد الدواجن الدواجن كنا وصلنا في رمضان ساعدتك لاسعار قياسية في ساعد المزرع عادي 200 جنيه و102 جنيه النهاردة ساعد المزرع 74 جنيه كامل نسبة 25% ده معناها ان لو هي سعر مزرع 74 ألاقيها للمستهلك 84 حسب الأحياء وحسب التداول وحسب المحل وحسب الصار ما بنشوفش السعر ده للأسف يا دكتور نعم نسلم نحن ما بنشوفش السعر ده للأسف لا نسلم الأسعار دي هي دي الأسعار موجودة ودي النهاردة احنا مسؤولين عنها بأرقامها يعني قلني ساعدتك ان هذا مثلا تده 29 25 أربعة كان السعر 80 طيب ممكن نفرق ما بين حاجتنا يا دكتور تفضل ما بين سعر المزرعة فارم جيت زي ما حضرتك قلت وسعر البيع للمستهلك أنا كده عندي فجوة دكتور سروت مسؤول في تصريحاته عن سعر المزرعة صح؟ تمام لكن سعر البيع للمستهلك لأنا عندي فجوة تخض تمام تخض حلقات التداول إحنا المتفقين لازم نخفض حلقات التداول بس أنا أقولي سعبتك حاجة يعني بسيطة كان مصبوض الإعداد عن سعبتك يجيب سيرفي النهاردة من الأحياء ومن المحلات أنا نزلت إعداد إيه؟ إعداد ليه؟ المزيع نزل المزيع نفسه نزل إعداد ليه؟ المزيع نزل المزيع عنده رجلتين وتو آيز أند كان سي فدخل بكام؟ بكذا خب بعضه روح بس خلاص ليه الإعداد يا فنة؟ ساعتك قلت هنعمل فولو هنعمل فولو ساعتك راجع على الأصعاب طيب لو أنا نزلت عايز تعتبر دي من باب الدعاء بماشي عايز تعتبرها كلام جد ماشي لو أنا نزلت النهاردة لو أنا نزلت النهاردة وروحت على محل بيض في السيدة في المنيرة وصورت لحضرتك السعر وطلع مش كده وطلع مش كده كل متطلباتنا من البضو الدواجن لمدة شهر على حساب الدكتور ساروت سهل يا فنة لأنا 8 ساعاتك يا فنة بعد النهاردة استقرار سعر النهارد الأجنبي وبعد توفره وبعد انتهاء السوداء بدأ النهاردة في سقل المربي أساس الإنتاج إيه؟ أساس توازن وتراجع الأسعار إيه؟ نرجع تاني نقول الإنتاج والإتاحية الحمد لله المنتج يرجع والحتى اللي خرج النهاردة بدأ يرجع إحنا النهاردة لسه بنقول عندنا ملايين من الضيوف موجودين على الأرض مصر ده ضغط وكان عنده طلعين من موسم رمضان ومع ذلك أنا أقولي ساعتك نسب أنا مسؤولة عنها فيه تراجع 25% في أسعار الدواجن وفيه تراجع 22% في سعر البيض ومتوقع كمان مع استمرار توفر الأعلاق يكون فيه مزيد من التطفق فساعتك فساعتك أنه هنعمل مراجعة للأسعار لكن الأسعار دي أنا مسؤولة أنا البيض في مصر كلها والفلاك في مصر كلها هنعمل المراجعة وبعد إنتاجك فيه رد قريب الليلة الليلة من عندي قبل العين دي أنا اللي هنزل وأنا اللي هشوف الأسعار وأنا اللي هصورها عايزنا أبعثها على الواتساب عيني عايزنا أعرضها على الشاشة عيني طلعت الأسعار أكتر أو بالأداء قطلعت أسعار زي ما أنا بقول يبقى كل اللي إحنا طالبينه في كل القناة الأولى مش برنامج التاسعة حضرتك هتوفر لنا المخزون بتاع الشهر الجاي شهر خمسة كله على دكتور ساروت أشكرك يا دكتور نورتني وشرفتني ترجمة نانسي قنقر